فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الثانية من الجزء الأول من سلسلة هاشم وسلمة تاريخ الهاشمين وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنا قد وصلنا في اللقاء الماضي إلى قصة حسان بن تبان وكيف أمر حقيقة من الذين أغروه أن يقتل أخاه حسان تقول الروايات فلما ملك حسان بن تبان سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب ولاحظوا أن هذه أمور تكررت أن تأتي وفود من جهة الجنوب لتحتل الأرض العربية مرة بدواعي قومية مرة بدواعي دينية مرة بدواعي سياسية المهم يريد أيضا هذا أن يطأ أرض الأعاجن يصل إلى منطقة الروم منطقة الشام ويحاول أن يسيطر على المنطقة حتى إذا كانوا ببعض حدود العراق وفي روايات تقول في حدود البحرين كرهت حمير وقبائل اليمن أن يسيروا مع حسان ورادوا أن يرجعوا إلى بلادهم وإلى أهلهم فذهبوا إلى أخيه عمر وكان عمر معهم في الجيش فقالوا له يا عمر هذا أخوك جن ما لنا ولقتال العرب والأعاجن أقتل أخاك حسان ونعطيك الملك علينا ترجع بنا إلى بلادنا ونصبح أنت الملك على اليمان فأجابهم كما جاء في القرآن حقيقة نفسه أطاعته كما كان في قصة ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إلى آخر الآيات فاجتمعت حقيقة على ذلك كل قبائل حمير إلا واحد من الحميريين نهاه عن ذلك إذا رعين قال له لا تقتل أخاك ثم كان ذكيا كتب اعتراضه على ورقة في رقعة ختم عليها ثم أتى بها إلى عمر عفوا فضع لي هذا الكتاب عندك فقال ثم قتل عمر أخاه حسان ورجع بمن معه إلى اليمن ثم تقول الروايات أن عمر هذا شعر بالندم منع منع منه النوم صلت عليه السهر فلما جهده ذلك سأل الأطباء وسأل الكهان وسأل العرافين عما به فقال له قائل منهم إنه والله ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغيا على مثل ما قتلت أخاك إلا ذهب عنه النوم وصلت عليه السهر فلما قيل له ذلك هذا عمر جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن حتى خلص إلى ذي رعين هذا فقال له ذي رعين إن لي عندك براءة فقال وما هي قال الكتاب الذي دفعت إليك فأخرجه فإذا فيه البيتان الذي حقيقة يسجل فيه هذا الرجل أنه كان من المعارضة فتركه ورأى أنه قد نصحه ثم مات عمر من شدة أسفه على قتل أخيه فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقه بعد ذلك وثب في اليمن واحد يسمى ذي شناتر حقيقة هذا وجد أن الأمر قد انفرط العقد في حمير لم يكن من العائلة المالكة لكن حقيقة ذهب يحكم اليمن بشيء من العصابة قتل خيار العائلة المالكة عبث ببيوت أهل المملكة كان امرأا فاسقا يعمل عمل قوم لوط فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في خيمة خيمة قد صنعها لذلك لألا يعني يملك وبعد ذلك يخرج من هذه الخيمة إلى الحراس ومن حضر من الجند ومعه سواك فجعله في فيه ليعلمهم أنه قد فرغ منه حتى يقتلوا حتى بعث إلى واحد من غلمان حقيقة تبان وكان حقيقة شقيق حسان وشقيق عمر لكنه كان صغيرا اسمه ذينواس زرعة ذينواس هذا كان غلاما جميلا وسيما دهيئة ودهعقل فلما أتاه رسول من ديشناتر عرف ما يريد منه مشهور القصة مشهور أن هذا فاسق فاسد فاجر فأخذ سكينا حديدا لطيفا وخبأها وبين قدمه ونعله تحت القدم وفي النعل ثم أتاه فلما خلى معه وثب إليه فوثبه ذينواس فقتله ثم حز رأسه فوضعه في الشرفة من تلك الخيمة التي كان يشرف منها ووضع مسواكه في فيه ثم خرج على الناس فقال له ذا نواس أرطب أم يباس فقال سلنخماس ذو نواس إلى آخر هذه الحقيقة الاستهزاء بديشناتر ثم حقيقة ذهب الحراس ينظر إلى الكوة فإذا رأس دوشناتر مقطوع يعني كانوا يستهزئون بفعلهم بشباب وصبية العائلة المالكة فلما عرفوا أنهم خدعوا من ذي نواس خرجوا في إثره حتى أدركوه فقالوا ما ينبغي أن يملكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا الخبيث تخيلوا هذا التناقض كنتم أنتم حرسا وكنتم حوله لما لم تقتلوه هذا حقيقة يعني شيء من الاستغراب والاستهجان أنتم أمامكم فرصة أن تنتقموا وتقتلوا هذا الفاسد الخبيث الذي يتحكم بكم ماذا تنتظرون لذلك حقيقة اجتمعت على ذي نواس حمير وقبائل اليمن فكان من آخر ملوكهم وهو هذا صاحب الأخدود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن كيف وقعت النصرانية في نجران يقال أن هناك رجل كان رجلا صالحا متدينا بالدين النصراني كان حقيقة من بقايا أهل دين عيسى بن مريم كان مجتهدا زاهدا في الدنيا مجابة الدعوة وكان سائحا ينزل بين القرى ولكنه كان زاهدا بحيث لا يعرف بقرية بإيمانه وزهده إلا خرج منها إلى قرية لا يعرف بها وكان لا يأكل إلا من كسب يدي وكان يعمل في البناء يعمل الطين ويبني للناس وكان يعظم يوم الأحد فإذا كان يوم الأحد لم يعمل ويخرج إلى فلاة من الأرض يصلي بها حتى تغرب الشمس يقال كان هذا في قرية من قرى الشام مستخفيا ففطن لشأنه رجل من أهل تلك القرية اسمه صالح فأحبه صالح حبا لم يحبه حقيقة يعني من قبل أحد فكان يتبعه حين يذهب ولا يفطن له ذلك الرجل الصالح حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كما كان يصنع وقد اتبعه صالح وذلك الرجل الصالح لا يدري فجلس هذا الغلام منه منظر العين ولكنه مستخفيا منه لا يحب أن يعلم بمكانه ثم قام الرجل الصالح الصديق المسيحي فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه حقيقة حية ذات رؤوس فلما رآها الرجل الصالح دعا عليها فماتت وهذا وارد إخواني في حقيقة كرامات الصالحين المهم رآها صالح ولم يدري ما أصابها فخاف حقيقة منها فصرخ الحية الحية يا شيخ الحية الحية أيها العابد أقبلت نحوك فلم يلتفت إليه الرجل العابد الصالح وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وأمس فانصرف يقال أن صالح هذا الغلام قد رأى مكانه فقال يا سيدي تعلم والله أني ما أحببت شيئا قط حبك وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيث كنت فقال ما شئت أمري كما ترى فإن علمت أنك تقوى عليه فالزم فالزمه صالح إذن كان حقيقة كاد أهل القرية يفطنون لشأنه وكان إذا فاجأه حقيقة العبد يعني جاء له إنسان فيه ضر يدعو الله الله فيشفيه وإذا دعي إلى أحد به ضر لم يأته إلا إذا كان فجأة يعني لم يكن يتكسب ويمتهن مهنة الرقية إن كان هذا التعبير دقيق ولكن كان إذا صدف أن رأى إنسان مريض يدعو له الله عز وجل كان لرجل من أهل القرية ابن ضرير فسأل عن شأن هذا العابد فقيل له إنه لا يأتي أحدا دعاه ولكنه يعمل للناس البنيان بالأجر فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقى عليه ثوبا ثم جاء إلى العابد الصالح فقال له يا سيدي إني قد أردت أن أعمل في بيتي عملا يعني يريد يستأجر حتى يبني له شيء يصلح له البيت فانطلق معي حتى أريك حقيقة العمل فأشارطك عليه يعني نشرت على الثمن والكلفة وما شابه فانطلق معه حتى دخل حجرته ثم قال له ما تريد أن تعمل في بيتك هذا قال كذا وكذا ثم انتشط الرجل الثوبة عن الصبي ثم قال له يا سيدي عبد من عباد له أصابه ما تراه فادعو الله له فدعا له الرجل العابد فقام الصبي ليس به بأس وأدرك العابد أنه قد عرف فخرج من تلك القرية واتبعه الغلام صالح فبينما هو يمشي في بعض قرى الشام إذ مر بشجرة عظيمة فناداه منها رجل قال يا أيها العابد قال نعم قال ما زلت أنظرك وأقول متى هو يأتي حتى سمعت صوتك فعرفت أنك هو لا تبرح حتى تقوم عليه فإني ميت الآن قال فمات وقام عليه حتى وراه ثم انصرف واتبعه الغلام حتى وطئ بعض أرض العرب حقيقة وعدوا عليهما جماع من اللصوص في بعض القبائل فخرجوا بهما حتى باعوهما عبدين بنجران وأهل نجران يومئذ على دين العرب يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد في كل سنة إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه عندهم وعلقوا عليها أيضا حلي النساء ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوما فاشترى حقيقة من تلك القرية هذا الرجل الصالح اشتراه رجل من أشراف نجران عبدا وغلامه صالح اشتراه رجل آخر من أهل القرية فكان الرجل الصالح حقيقة إذا قام من الليل يتهجد في بيت له أسكنه وإياه سيده يصلي استسرج له البيت نورا استسرج له البيت نورا حتى يصبح من غير مصباح فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه فسأله عن دينه فأخبره به فقال له الرجل الصالح إنما أنتم على باطل هذه النخلة لا تضر ولا تنفع ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده لأهلكها وهو الله وحده لا شريك له قال فقال له سيده ففعل فإنك والله إن فعلت ففعل فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه تقول الرواية فقام الرجل الصالح فتطهر وصل ثم دع الله عليها فأرسل الله عليها ريحا فجعفتها من أصلها فألقتها عند ذلك اتبعه أهل نجران على دينه فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم عليه السلام ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض فمن هناك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب يقول قصة أصحاب الأخدود وما علاقة هذا الرجل الصالح بهذه القصة ومن هو عبد الله ابن الثامر تقول الرواية أن أهل نجران كانوا أهل الشرك وكان في قرية من قراها حقيقة نجران كانت قرية عظمى يأتي إليها الناس من البلاد التي حولها وكان هناك ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر بأمر من الحاكم الحاكم عندما تتابعت السنين تغيرت الأمور هذا الرجل الصالح باقي في القرية مختفيا عن أعين الناس كعادته حاكم القرية يريد أن يسيطر على الناس بالشعوذة والسحر ويبدو أن هذا حقيقة أمرا يعني موجود في كل البلاد حقيقة يستخدمون هذه القضايا حتى يعني يستأنسوا بالسحر والكهان وما شابه المهم قال كان هناك ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر فلما جاء هذا الرجل الصالح قالوا نزلها ابتنى له خيمة بين نجران وبين تلك القرى في أطراف المدينة التي بها السحر فجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك السحر ليعلمهم السحر فمن جملة هؤلاء الغلمان غلام أو شاب يقال له عبد الله ابن الثامر مع غلمان أهل نجران كانوا حقيقة هذا عبد الله إذا مر بصاحب الخيمة وهذا تقدير رب العالمين أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى اتبع دين الرجل الصالح وعبد الله عز وجل وحده وجعل يسأل عن شرائع هذا الدين حتى فقه فيه حقيقة وبدأ يسأل عن الإسم الأعظم وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له يا بني إنك إن أخبرتك به لن تحمله أخشى عليك ضعفك عنه الآن الثامر والد عبد الله يعني كان يظن أن ابنه يذهب إلى الساحل فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيما عمد حقيقة فيه ذهب إلى أقداح جمع الأقداح ثم بدأ يكتب أسماء الله على هذه الأقداح لم يبقي لله إسما يعلمه إلا كتبه في قدح ولكل إسم قدح حتى إذا أحصى جميع الأسماء أو قد لها نارا ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا حتى إذا مر بالإسم الأعظم قدف فيها بقدحه قدف النار بقدحه فوثب القدح حتى خرج منها لم تضره النار فأخذه ثم أتى إلى صاحبه العابد فأخبره بأنه قد علم الإسم الذي كتمه عنه فقال وما هو قاله وكذا وكذا قال فكيف علمته أخبره بما صنع قال يا بني قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلقى أحدا به ضر إلا قال له يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء فيقول نعم فيدخل الناس في دينه ويسلمون يدعو لهم فيشفعون حتى لم يبقى بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفيا فاشتهر أمره ورفع إلى ملك نجران الملك طبعا غضب الملك على دين الشرك فدعاه فقال له أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثل النبك قال ابن الثامر عبد الله لا تقدر على ذلك قيل فجعل يرسل به إلى الجبال يطرحونه عن الجبل فيقع إلى الأرض ليس به بأس وجعل يبعث به إلى مياه بنجران بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك فيلقي فيها عبد الله فيخرج ليس به بأس فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر إنك والله لن تقدر على قتلي حتى تؤمن وتدعو الله الواحد وتؤمن بما أمنت به فإنك إن فعلت ذلك صلط علي فتقتلني قال فوحد الله تعالى ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة لكنه قتل من هذه الشجة ثم حقيقة هلك ذلك الملك بعد أن استمع أهل نجران ما فعله الملك فدخلت نجران في دين عبد الله ابن الثامر وكان على ما جاء به عيسى بن مريم حقيقة من الإنجيل ومن حكم الإنجيل لكن أصابهم مثل ما أصاب أهل حقيقة دينهم من الأحداث والتغيير فمن هناك كان أصل النصرانية بن أجران والله تعالى أعلم المهم ماذا فعل ذو نواس بأهل النجران سار إليهم جنوده دعاهم إلى دينه وخيرهم وكان على يهودية خيرهم لاحظوا يا أخواني لا يوجد عند هؤلاء حقوق إنسان ولا حقوق تدين يعني يريد أن يكره الناس على التدين بدينه وهذا ما جاء الإسلام ليمحوه من الأرض لا إكراه في الدين نستسأل نجيب ندعوك نعلمك نوضح لك لكن لا نجبرك لكن هذا ذو نواس تعرفون قصته طفل نشأ غير سوية نشأ نشأ حقيقة في حروب في العائلة قتل لبعض من البعض يعني عنده شيء من الخلفية الحقد على المجتمع ما أدري كيف كانت نفسية هذا الرجل المهم قال إما أن تقبلوا ديني وإما أن تقتلوا فاختاروا أن يقتلوا هذا ما تريدون سأقتلكم ما عندهم مشكلة فخد لهم الأخدود وأشعل النار في الأخدود فحرق من حرق بالنار وقتل بالسيف ومثل به حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألف إنسان ورد قصة المرأة والطفل الذي تكلم في حقيقة حجر إمه في حجر والدته عندما كان محمولا ودعى أمه أن تلقي بنفسها وفي دينواس وفي جنده أنزل الله سبحانه وتعالى آيات سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد طبعا تعرفون ما معنى الأخدود الحفر المستطيل في الأرض كالخندق والجدول ونحوه يجمع على أخاديد يجمع على أخاديد ورد في السيرة قال أن الرجل من أهل نجران كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته قال فوجدوا عبدالله بن الثامر تحت دفن منها قاعد في مقبره أو في قبره واضعا يده على ضربة في رأسه متمسكا بهذا الجرح هكذا بيده أو هكذا عليها قالوا فإذا أخرت يده عنها تنبعث دم وإذا أرسلت اليد ردها على الجرح فأمسكت الدم ويقولون أن في يده كان خاتم مكتوب فيه ربي الله فكتب هذا الرجل إلى الخليفة عمر بن الخطاب يخبره بأمره فكتب إليهم عمر رضي الله عنه وارضاه أن أقره على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا نقف إلى هنا إن شاء الله في هذه الحلقة ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وموضوعنا للحلقة القادمة أمر دوس ذي ثعلبان وابتداء ملك الحبشة وقصة أرياط وقصة فرار دوس واستنصاره بالروم في شمال منطقة الشام وبعد ذلك أمر أبرهة وما إلى ذلك من تاريخ العرب نسأل الله أن يوفقنا جميعا أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته